إلى خبرنا الأخير حيث أطلقت إدارة التثقيف الصحية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة صباح اليوم حملة صحة وسياحة في الشارقة للعام الثالث على التوالي والتي تستمر فعالياتها خلال أغسطس الحالي وتهدف الحملة إلى الترويج عن المواقع السياحية في الإمارة وضواحيها وما تقدم خدمات تسهل على المجتمع اتباع سلوكيات صحية إضافة إلى ما تصب له الحملة من توعية المجتمع بالسلوكيات الصحية التي يمكنهم تطبيقها خلال جولاتهم السياحية في أرجاء الإمارة الباسمة إضافة لرفع مستوى الوعي بالخيارات الغذائية الصحية من مختلف المواقع السياحية وتم اختيار الحملة خلال فترة الصيف حيث تتوجه الأسر والعائلات لعديد من المرافق السياحية خاصة كون فترة العطلة الخاصة بأطفالهم ما يمكنهم من تطبيق ما يتم نشره خلال الحملة